يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية ودخل اليوم عبر معبر رفح 110 شاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية من بينها أربع شاحنات غاز طهي وشاحنتا وقود مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح قطاع غزة ويجري إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين في غزة